في حوار خاص مع فرنس فاندكات خوصف الرئيس الموريتانية السابق العقيد علي ويلد محمد ذال الوضع في موريتانيا بالمزري والمخزي معتبرا أن البلاد تمر حاليا بأسوأ وضعية لها منذ الاستقلال نحن اليوم نعمل مع كل الضياف السياسية ونعمل مع كل الحزاب السياسية المعارضة هذا الوضع الذي بلدنا لأساس التقلب لهذه الوضعية اللي وضعية مزرية ووضعية مخزية ووضعية حقيقة دارت بلدنا فسوأ وضعية ممكن أنه قطعات فيها من الاستقلال إلى الاستقلال على سعيد نخرق الرئيس الموريتاني السابق نتراجع رئيس محمد ويلد عبد العزيز عن المأمورية الثالثة أمر فرضه الشعب الموريتاني دون أن يستبعد في الوقت ذاته ترشيح الرئيس لشخص بإمكانه أن يتحكم فيه إذا لم يتمكن هو من الترشح لولاية جديدة نحن اليوم نعمل مع كل الضياف السياسية ونعمل مع كل الحزاب السياسية اللي معارضة هذا الوضع اللي في بلدنا لأساس التقلب على هذه الوضعية اللي وضعية مزرية ووضعية مخزية ووضعية حقيقة دارت بلدنا فسوأ وضعية ممكن أنه قطعات فيها من الاستقلال إلى الاستقلال والحوار كامل لن يأتيكم مشاهدين الكرام على ساعة الحادية عشرة الربع بتوقيت باريس لحظت فقط ونعود مشاهدين الكرام إلى فقرة وجهاً لواجها دائماً في نفس السياق والتي نخصيصه هذا المساء لموريتانيا ابقوا معنا اشتركوا في القناة